دعنا نشوف بعض من حضراتكم كتب آل إيه في الجزئية دي نشوف فلسفة مختلفة هو الرجل المرتضن يكون اسمه كده يعني فتمام بيقول إيه بقى؟ بيقول من علامات التدين الظاهري إن سواء التاكس بيشغل القرآن وما يشغلش العدات صحيح دي ملاحظة صحيح هاي نروح للبعد حسن بيقول قبل الفطار قبل الفطار طلبت كذا وفي الطريق ولعت سجارة الكابتن قال لي إيه ده أنت فاطر واضح نواركب مع سواء الشركات التوصيل بعد ما وصلت كانت تكلفة الرحلة تسعة وتلاتين جنيه ادتو متين قلت له خد خمسة واربين وعايز الباقي قال لي مش معايا فكة فاقولت له طيب حطني المية خمسة وخمسين جنيه دول في المحفظة ليه على حسابه يعني أمركب تاني يتخصمه المهم نصب علي محطش الفلوس في الورد اللي هي المحفظة كيف هيستقيم صيامك بحسر إيه تاك صحيح صحيح دي نتيجة حتمية لما حدث من انفصال بين معنى الدين الحقيقي ومعنى الدين الشكل لذلك فيه نقطة في الحكاية دي يا عمر يقولك المتدين الحقيقي هو الذي تعنيه علاقته بالله المعني بعلاقته بالله أما المتدين الشكل هو ما تعنيه علاقة اللي جنبه بالله يعني أنا كمتدين أعمل على علاقة جيدة بالله ومن ثم علاقة جيدة جدا بالمجتمع طب يريد توعمل علاقة جيدة بالله والعلاقة الجيدة بالله تمنعه أنه يسرق الناس بالضبط ده ده هو التدين الحقيقي أما التدين الشكلي هو يتصور يهمه فقط ما يهمهش في طريقة وفي المعاملة أو في فهم الدين لكن تهمه جدا أو يحرص على علاقة اللي جنبه بالله ودي يعني شكل فكرة أننا أحاول أن أرغم الآخرين على النقاب أحاول أن أرغم الآخرين على ثم تطور الأمور إلى الإرهاب هو كل واحد خر يعني العاز يتبين شكليا لكن يكون معه جوهر طيب يعني على رصنا يعني صحيح بس إحنا مسألة الحرية فيه عليها أكتر من يعني تساؤل الحرية فيه تدينك إذن كان شكليا أو حقيقيا هذه حرية تخصك لكن إذا سحب التدين الشكي اللي حضرتك متصور أنه هو دين إذا عكس على المجتمع بالسلب هنا يجب أن يقف المجتمع ليقيم هذه الظاهرة لأن حضرتك مش بتضر نفسك بس أنت بترتب آثار بيتحملها آخرين زي الموظف اللي هو بيروح يصلي وما يرجعش زي اللي شغل عداد التاكسي اللي شغل القرآن وما شغلش العداد إذن يجب أن يتوقف المجتمع في فترة ما لمحاسبة نفسه أو في وقع عند خط ما لمحاسبة نفسه لأن هذه الظاهرة تؤدي بالضرورة إلى أشكال سلبية أو إنعكسات سلبية على باقي أفراد المجتمع ما تجي نشوف تعالى نشوف نموذج تاني من شهادات ناس اتصدمت بفكرة التدين الشكل يعني نشوف الأستاذة عفاف عبدالوهاب سيدة مصرية يعني محجبة متدينة تدين ظاهري أهو وأكيد إن شاء الله يكون تدين في الجوهر كمان بتقول إيه السيدة عفاف بتقول عمل مشروع نصب في محافظة الشرقية ابتكر دايرة كهربائية بريموت كنترول عشان تسرق الكهرباء وبقى بيبيعها ويركبها للمحلات يعني يخلي أصحاب المحلات يفصلوا العداد بالريموت ويسرقوا الكهرباء يشغل عداد بالريموت واتنعايز ويفصل 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 اللي برا العداد كده المهم بتقول ولما ييجي محصل النور صاحب المحل ويقوم مرجع الكهرباء المهم إنه بدأل وبلاحية وبيصلي شفته تدين طبعا ما احترمنا لللي بدأل واللي بلاحية طبعا وقول لنا بنصلي وما فيش أي مشكلة في دا خالص ولكن فكرة النقيب بقى إن السلوكي يبقى النقيب بدل ما يكون قدوة هو دا اللي احنا بنقوله يعني ما فيش اعتراض على اللحية ولا اعتراض على الصلاة دا بالعكس دي هي دي أمور الصلاة أمور مطلوبة ومن أساس الإيمان لكن إمت تبدأ تبقى في المشكلة أو الفجوة عندما تتعارض سلوكيات الصلاة مع سلوكيات التعامل في المجتمع ودي غير العوامل اللي قدت إليها إلا إن نعكساتها زي ما بقول لحضرتك سيئة وفي النهاية يجب أن يقف المجتمع وقف طيب إمت بتحصل الحكاية دي احنا قلنا المعادلة إن عقيدة بتؤدي إلى أخلاق وأخلاق بتؤدي إلى معاملات ومعاملات تؤدي إلى الصلاة يجب أن تهي من الصلاة على كل ما يعني التلاتة اللي قبل كده العقيدة والأبدات والعقيدة والأخلاق والمعاملات دول تلاتة خاصين بالمجتمع لذلك زي ما بيقولوا إن حقوق الله ما نطعفه يعني خطأ المسلم في ما يتعلق بحقوق الله يعفو عنها الله سبحانه وتعالى ويجعلها ما نطعفه لكن حقوق المجتمع هي محل القصاص لأن الإسلام أصلا شرعت الأديان لصلاح المجتمعات لو العملية دي لم يفهمها المجتمع أو اختلت فيه الزهن الجمعي للمجتمع تظهر ظواهر التدين الشكل مش في الدين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وموت الصلاة تنهى عن الفحشاء ما فيش شيء بيولوجي في الصلاة يخليك تنتهي عن الفحشاء لكن إيمانك المعناوي المعناوي بأن الصلاة هي من صميم الإيمان تجعلك قبل الصلاة قبل ما تؤمن بالصلاة تؤمن بمعاملات والبغي البغي إن أنا أعتادي على غيري يعني ما ينفعش إن لو بغيت على غيري يبقى صلاتي فيها محل نظر يبقى ما فيش إيمان حقيقي خلك تدخل الصلاة وأنت مؤمن إن فيه ناس بتتصور تقولك أنا بصلي بس يعني مش قادر الفكرة هي أن عندما تصل إلى مرحلة الصلاة اللي هي لعبادات يجب أن تصبقها مراحل أخرى هي العقيدة الحقيقية الأخلاق الحقيقية ثم المعاملات الجيدة كي تهيمن عليها فكرة الصلاة وممكن أغلط لكن فينا يا بحسن من نفسي إنه ما ما يكونش فيه تناقض وفيه فرق بين أنك تخطئ مرة وهذا الخطأ يعني ابن أدم خطأ وفيه فرق بين أنك تعتمد الخطأ صحيح ويكون فيه انفصال شديد بين أو ازدواجية شديدة بين شخصية الإنسان المسلم المصلي اللي قايم طول النهار قاعد على السجادة وبين هذا الشخص اللي بيخيم أو بيقدم على كل الموبقات عكس تماما السلوكات المفروضة وأزدواجية يعني في المجتمع بدأت تظهر من بداية السبعينات نتيجة ظواهر كتيرة مختلفة تدين الشكل والحل شرائط الكاسد شرائط الكاسد طبعا حصلت ثقافة شرائط الكاسد في التمانينات والسبعينات وحصلت هوجة الدعاء الجدد الجم في التسعينات واللي صدروا لمجموعة من الشباب لاستقطاب هؤلاء الشباب لاستقطابهم بأن الدين الكيوت الدين الكيوت وحجاب وليه تسيب شعرك انت زيق وتحطي الحجاب وتحطي النقاب وتحطي ثم كان هذا هو الطريق في خطة منظمة لم تكن يعني مسألة عشوائها فعلا كانت تقدموا هنا لاستقطاب قطاعات كبيرة قوي من الطبقة يعني اللي فوق متوسطة للانضمام لمثل هذه الأفجار